سأذكر لكم مثالا جاء في حديث في كامل الزيارات طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران إنه الباب الرابع والأربعون في الصفحة الثالثة والثلاثين بعد المئة الحديث الثاني بسنده بسند ابن قولوي مصنف الكتاب عن هشام بن سالم وهو شخصية شعية معروفة عن إمامنا الصادق حديث طويل عن زيارة الحسين وعن زائر الحسين الذي يتعرض للأذى في سبيل زيارته إلى الحد الذي يقتل قال قلت فما لمن قتل عنده جار عليه سلطان فقتله السؤال يوجه إلى إمامنا الصادق صلوات الله عليه فما لمن قتل عنده قتل عند الحسين جار عليه سلطان فقتله في سبيل الزيارة في سبيل زيارة الحسين قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه أول قطرة من دمه يغفر له بها كل خطيئة هذا أمر لا يكون ظاهرا وتغسل طينته التي خلق منها الملائكة حتى تخلص كما خلصت بحسب الطبع كما خلصت الأنبياء المخلصين كما خلصت طينة الأنبياء المخلصين أصل الحديث هو هذا في النسخ القديمة هكذا كما خلصت طينة الأنبياء المخلصين والقرينة واضحة فإن المخلصين كما خلصت جاءت صفة للأنبياء وجاءت إما في حالة نصب أو جار لأنها جمع مذكر سالم هذا يعني أن الأنبياء إما أن تكون منصوبة أو مجرورة وهي هنا مجرورة لأن الأنبياء مضاف إليه كما خلصت طينة الأنبياء المخلصي أول قطرة من دمه يغفر له بها كل خطيئة وتغسل طينته التي خلق منها الملائكة حتى تخلص كما خلصت طينة الأنبياء المخلصين ويذهب عنها ما كان خالطها من أجناس طين أهل الكفر الذين كفروا ببيعة الغدير كم من قذاراتهم خالطت عقولنا وقلوبنا من قذارات سقيفة بني ساعدة ومن قذارات سقيفة بني طوسي فالسقيفتان قد كفرتها ببيعة الغدير كل سقيفة بحسبها ويغسل قلبه ويشرح صدره ويملأ إيمانا فيلقى الله وهو مخلص من كل ما تخالطه الأبدان والقلوب ويكتب له شفاعة في أهل بيته وألف من أخوانه وتتولى الصلاة عليه الملائكة مع جبرائيل وملك الموت ويؤتى بكفنه وحنوطه من الجنة ويوسع قبره عليه ويوضع له مصابيح في قبره ويفتح له باب من الجنة وتأتيه الملائكة بالطرف من الجنة ويرفع بعد ثمانية عشر يوما إلى حضيرة القدس التي هي حضيرة محمد وآل محمد فلا يزال فيها مع أولياء إلا حتى تصيبه النفخة التي لا تبقي شيئا نفخة الصور نفخة الإثناء هناك نفختان قبل القيامة هناك نفخة الإثناء وهناك نفخة الإحياء الرواية تتحدث عن نفخة الإثناء بحسب الظاهر قد يحرق وقد يترك للحيوانات تأكل جسده وقد وقد ولكن بحسب الباطن فإن هذا الذي يجري على زائر الحسين حينما يقتل في سبيل الزيارة هذا زائر الحسين لدفنه بعد موته هناك أمر ظاهر وهناك أمر باطن فماذا تقولون عن الحسين والذين استشهدوا معه إذا كان زائر الحسين هذا حاله له شأن ظاهر وله شأن باطن وشأنه الباطن يختلف اختلافا كاملا عن شأنه الظاهر أقرأوا الرواية مرة أخرى عليكم وتدبروا فيها قال قلت فما لمن قتل عنده قتل عند الحسين من زواره جار عليه سلطان فقتله بحسب الظاهر إما أن يلقى جسده في المزبلة أو أن أحدا يأخذه ويجري عليه أبسط المناسك والمراسم ثم بعد ذلك يدفن في قبره هذا بحسب ظاهر الأمر بحسب باطن الأمر وهذه حقيقة الإمام يقول أول قطرة من دمه يغفر له بها كل خطيئة وتغسل طينته التي خلق منها الملائكة حتى تخلص كما خلصت طينة الأنبياء المخلصين ويذهب عنها ما كان خالطها من أجناس طين أهل الكفر من كفار سقيفة بني ساعدة وكفار سقيفة بني طوس ويغسل قلبه ويشرح صدره ويملأ إيمانا فيلقى الله وهو مخلص من كل ما تخالطه الأبدان والقلوب ويكتب له شفاعة في أهل بيته وألف من إخوانه وتتولى الصلاة عليه الملائكة مع جبرائيل وملك الموت وربما بحسب الظاهر ليس هناك من أحد قد صلى عليه ولكن بحسب الباطن وتتولى الصلاة عليه الملائكة مع جبرائيل وملك الموت ويؤتى بك فنه وحنوطه الحنوط هو الطيب الذي يطيب به الميت بعد تغسيله ويؤتى بك فنه وحنوطه من الجنة ويوسع قبره عليه ويوضع له مصابيح في قبره ويفتح له باب من الجنة وتأتيه الملائكة بالطرف من الجنة ويرفع بعد ثمانية عشر يوما إلى حضيرة القدس فلا يزال فيها مع أولياء إلا حتى تصيبه النفخة التي لا تبقي شيئا ظاهر وباطن لزائر الحسين الذي يقتل عند الحسين في سبيل زيارة الحسين نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر